اللغة العربية اللغة العربية هي لغة الوطن العربي الرسمية والوطنية وإلى جانب اللغة العربية التي هي اللغة العامة والشاملة هناك لغات أخرى في هذا القطر العربي أو ذاك وهذه اللغات الأخرى نسميها لغات وطنية مثل اللغة الأمازيغية واللغة الكردية وغيرها واللغة العربية التي هي اللغة الرسمية تعاني الآن مشاكل كبيرة في عموم الوطن العربي وبالذات في بلدي وفي القطر الذي أنتمي إليه أساسا وهو تونس والمشكلة الكبيرة بالنسبة إلى اللغة العربية الآن هي أن الاعتزاز بها أصبح ضعيفا وهناك نظرة دونية إلى اللغة العربية وأن العموم المواطنين ليسوا معتزين بها كما يبغي وهذا بسبب السياسات الثقافية واللغوية والتربوية المتبعة في الوطن العربي كانت هناك دائما محاولات للتعريب وهناك فئات في المجتمع من بين المثقفين وحتى من غير المثقفين لهم مصلحة في التعريب أي في تعميم استخدام اللغة العربية في كل المجالات دون إقصاء أو إلغاء العامية ودون أيضاً الامتناع عن دراسة اللغات الأجنبية لكن هناك فئات في المجتمع نافذة متنفذة ولها مصلحة في الإبقاء على اللغة الفرنسية وكما أشرتهم فإنه عندما تقرر تعريب الدراسات القانونية في الجامعة فإن بعضهم رفض ذلك وضغطوا من أجل إنشاء كلية يتم تدريس العلوم القانونية فيها باللغة الفرنسية بصورة كات تكون تامة وهذا دليل على أن الذين نسميهم بالفرنكوفونيين أي المتمسكين بالثقافة الفرنسية وباللغة الفرنسية لا يزال لهم نفوذ في المجتمع وهؤلاء يهيمنون ويسيطرون ولذلك فإن اللغة العربية لم تعم كما ينبغي ولما تحتل الصدارة في بعض المجالات الحيوية كالتعليم العالي في مجالات التب والهندسة والعلوم الدقيقة وما إلى ذلك وهذا كله بسبب ما سميته بالاختيارات الثقافية واللغوية والتعليمية والتربوية وهي اختيارات تصنعها الفئات أو النخبة المتنفذة وهي النخبة سياسية وجامعية وثقافية واقتصادية أيضا وهذه النخبة لها مصالح مشتركة وليس لها مصلحة في أن تعم اللغة العربية وأن تزدهر اللغة العربية في حين أنه من المصلحة الشعب أن يتمتع بلغته وأن يتمتع بحقوقه اللغوية وأن تكون للغته الصدارة في التعليم وفي الإدارة وفي الثقافة هناك غزو لغوي مرتبط بغزو ثقافي في الإعلام التونسي المسموع والبرئي أي في الإذاعات وفي القنوات التلفزية وهناك خلط بين العربية والفرنسية بالذات في المدن لكن في البوادي والأرياف والقرى الصغيرة وعند عموم المواطنين نجد استعمالا عاديا وطبيعيا ومعقولا للغة العربية العامية ونجد تمسكا أقوى باللغة العربية عموما الدستور التونسي الجديد الذي صدر في السابع والعشرين من شهر يناير سنة أربعة عشر وألفين وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها أي أن تستخدم العربية في كل المجالات ولكن هذا الفصل وكذلك الفصل الأول الذي ينص صراحة على أن العربية هي لغة رسمية للدولة هذا الفصل بالذات إذن لم يفعل إلى حد الآن التفعيل المطلوب وما نطلبه من النقابات والهيئات والاتحادات والمجالس الدستورية ومن مجلس نواب الشعب ومن الحكومة بطبيعة الحال ومن سيادة رئيس الجمهورية ومن كل من يهم الأمر ومن الإعلام أن يتمسك بهذا الفصل أو بهذه المادة من الدستور ترجمة نانسي قنقر